تقشم سيا لسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فليتفضل سيد نائب لبرسي السؤال سيد الرئيس سيد الوزير المحترم ما هي الأسباب الكاملة وراء عدم إخراج مشروع طاقي نورطة إلى حي الوجود وما هي التدابير المتخذة لتحقيق ذلك شكرا شكرا سيد نائب المحترم سيد الوزير لكم الكلمة طبعا كما تعلمون سيد نائب المحترم أن الحمد لله لدينا خريطة طاقات المتجدعة الصعيد الوطني كالخريطة الريحية والخريطة الشمسية والخريطة المائية ستمرض ضخمة سبقت عطية الأرقام في هذا المجال طبعا هناك مشاريع يعني تحتاج إلى دراسات كثيرة هذا المشروع بالضبط للطاطا تبين بأنه كان إشكال الفرشة المائية لأن أي مشروع للطاقة الشمسية يحتاج إلى استعمال الماء ولذلك الآن دراسات الحمد لله رأيها جارية باش يمكن لنا نخضو الماء من أقرب السدود بدل من أن نستعمل الفرشة المائية وهو ضمن الخريطة ديال المشاريع بين الفين وعشرين الفين وثلاثين إن شاء الله شكرا سيد الوزير المحترم تفضلوا سيد نعيم سيد الوزير المحترم على الجواب ولكن الحاجة الواحدة لأننا تكتعرف طاطا وزرتها وعرفت تأثير ديال هذا المشروع هذا اللي كانت تحلم به الإقريم من الفين وخمسطعش وحنا كنا كانت نتظروا هذا المشروع المهم وكنا ندرنا مع التكوين المهاني كونا الشباب دب ألف وخمسمية واحد تقريباً لتكوين في هذا الميدان هذا وكي يتضروا فرص ديال الشغل وتأثير ديال المشروع ديال هذا سيد الوزير مهم بزاف تأثير الاجتماعي عرفت واش مكان ما يدار في هذه المناطق ما كي لا بنيات تحتياء لا ولو يعني لجا هذا المشروع الكبير رغض يحيل ذلك الإقليم وذكر بوقعات الأقيغان من واحد عدد ديال المشاكين وسيد الوزير المشروع ديال الطاقة الشمسية ديال فمو الحسن اللي هضرنا عليها أنا ويكفوها الاجتماع سابق داب البوقع موجودة دراسة موجودين وكل شي مقاد فيها ومازال ما كينوالو ديال تقموت سيد الوزير ديال تقموت اللي كطرع اللي غاديا مع المكتب الوطني للكهرباء دراسة مقادين كل شي مزيان كي يقولوا بأن راكي نحتى التمويل ديالها وليوم سيد الوزير مازال ما شفنا ولو إلا يتشف علمكم وسيد الوزير شكرا سيد نائب محترم شكرا سيد نائب محترم هناك تعقبات إضافية في الموضوع تضل سيد نائب شكرا سيد الرئيس المغرب يشجع على استعمال الطاقة الشمسية النظيفة والمغرب من بين الدول الميوستوس الذين وقعوا على اتفاق العالمي من أجل المناخ بباريس لكن هناك سيد الوزير من يأبا إلا أن يمشي ضد الطيارة وضد السلسة الدولة هناك شركة إنشاء السكر بقيمة قائمة صاحب أولاد عياد بصدد إنتاج أو تركيب محطة لتولي الكهرباء تشغلوا بالفعل الحجاري وتوجد هذه المحطة وسط المدينة وسط السكوان السكوان يستغلطون بكم سيد الوزير شكرا سيد نائب انسى الوقت سيد الوزير شكرا سيد نائب المحترم نريد أن نذكر وهذه فرصة سيدات والسادة النواب المحترمي المجال للطاقة هو الذي نجح فيه فعلا المغرب فيما يتعلق بالشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص أغلب المشاريع منذ سنوات وفي المستقبل تنزز في إطار الشتركة وسبق البرلمان المحترم أنه صادق على قانون للشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص وهذه السياسة سنستمر فيها لكي يوقع التوازن بين التمويلات التي تقوم بها الدولة والتمويلات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص طبعا المشروع أو المشاريع التي تحدثت عليها هي في الخريطة طبعا فتحنا المجال أمام الستثمارات تأتي لعادة الستثمارات من القطاع الخاص ننتظر توفر شروط لكي يستثمارات من القطاع ونستجبع للإخوان فيما يتعلق باحترام البيئة وأكد ما أشرتم إليه لما جاتني الشكاية لجنة مشات لكي ترى المشروع تعلمون بأن الآن فتح المجال الإنتاج الداتي ديال الكهرباء وحد عدد ديال المصانع ولكن لا يمكن إلا أن تكون باحترام البيئة واللجنة تشغل على ذلك وسيفرضوا على المصنع المذكور احترام البيئة والمعايير البيئة فيما يتعلق بهذا المشروع لأشرتم إليه السيد نائم المحترم شكرا سيد الوزير المحترم